ونكمل الأسئلة بالسؤال اللي بيقول هل يجوز صيام العشر منذ الحجة بنية القضاء وصيام العشر دوات مش نوع من نوع التشريك في النية الممنوع ان احنا نعمل تشريك في النية ودوات مش تشريك في النية قال له ليه؟ قال له زي ما قلنا على طول في صيام الستة من شوال قلنا ايه في صيام الستة من شوال؟ قلنا في صيام الستة من شوال ان المقصود اننا نصوم في شوال نصوم ايه بقى؟ نصوم بقى قضاء نصوم صيام نفل يخص الستة من شوال عياقة ان شاء الله السواب احنا كذلك من الاعمال الصالحة ان انا اصوم ان بعض الناس فاكرة ان الصيام هنا ده عبادة خاصة بهذه الايام لا ده عبادة من جملة اعمال صالحة بنعملها في الايام العشر يعني ايه يعني انا لو صمت في الايام العشر الصيام ده هيبقى ثوابه افضل طبعا ليه لان ده عمل صالح عملته في الايام العشر فيجوز ان انا اقضي الايام اللي علي ذا رجلا كان او امرأة ذكرا كان او انثى ان انا اقضي الايام دي في الايام العشر ويبقى ثواب زيادة اه ويبقى ثواب زيادة ويبقى كده عملت عمل صالح في الايام العشر اه ويبقى عملت عمل صالح في الأيام العشر يبقى كده سوابي يتضاعف وسوابي يبارك فيه وسوابي يكون من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى إن أنا أصوم في هذه الأيام نعم طيب يبقى كده السواب ده يحصل طيب يبقى كده إيه الشبه اللي بينه من الأيام الست من شوال إن الأيام الست من شوال مطلوب مني إن أنا أصوم والأيام العشر مطلوب مني إن أنا عشان أحصل فضل هذه الايام ان انا اعمل عمل صالح فعملت عمل صالح اللي هو الصيام بس هناك في الست من شوال المطلوب الصيام لكن هنا ده مطلوب عمل صالح والصيام عمل صالح عشان بس ما يحدش يقول ان احنا مطلوب مننا الصيام في هذه الايام لا مطلوب مننا ان احنا رنعمل اي عمل صالح اللي منه الصيام يبقى الخلاصة الخلاصة ان لو واحد صام القضاء في ايام الست من شوال هل يحسب له ده على أنه عمل صالح مضاعف الأجل لأنه صام هذا في أيام زي الحجة نعم ويبقى جواب على السؤال ده يحصل لعظيم السواب والفضل اللي في الأيام العشر من زي الحجة أيوة وأنا بصوم القضاء وإنت بتصوم القضاء فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعينكم ويبارك لكم إن شاء الله